دشن فهمي باغضاوية الوكيل المساعد لشؤون الشباب بمحافظة حضراموت ومعه المدير العام لمكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضراموت الدكتور سالم مأبا جابر بالمكلة برنامج تدريبي في مكيفات الطاقة الشمسية وذلك ضمن إطار مشروع المساهمات والشراكة مع القطاع الخاصة ويشمل البرنامج التدريبي نوعي متقدم في الطاقة والتكييف ويشارك فيه متدربا من مالكي ومهندسي ورش التبريد والتكييف بهدف رفع الكفاءة العملية لديهم وفتح فاق واسعة لمشاريعهم وخلال التدشين كذا الوكيل باغضاوي على أهمية مثل هذه البرامج النوعية والهامة ومتعددة النفع والأهداف في توجه البوصلة نحو الاهتمام بالطاقة النظيفة واستخدامها ورفع الوعي المجتمعي بذلك اشتركوا في القناة